اليوم راح اتكلم معكم عن بعض الاساسيات في الفيندر اللي هم تصفح الملفات على نظام الماك في البداية من الاعلى بامكانك تغيير طريقة العرض مثل ما احنا شايفين الان وبامكانك لو كان عدد الاحرف لأسامي الملفات طويل ولا يظهر لك في كامل العمود فبامكانك انك تضغط دابل كليك بالماوس تحت وراح يظهر لك كامل أسامي الملفات في كل عمود حتى لو كان حجم العمود كبير وأسامي الملفات صغيرة لو ضغط ضغطتين عليه راح يقللك الحجم بما يتناسب مع طول أسامي الملفات ولو ضغط تريد تيكليك بإمكانك انك تعدل خيار عرض هذا العمود أو بإمكانك اختيار كل الأعمدة بأنها تكون بحسب طول الأحرف اللي فيها أو بإمكانك اختيار خيار الثالث واللي راح يخلي عرض الأعمدة متساوي بغض النظر عن طول أسامي الملفات ولو ضغطت على option وحركت بالماوس فراح يرتب لك كل الأعمدة بنفس الحجم الميزة انك لو ضغطت على زر option أنه حتى لو جيت تركت الملف اللي انت فيه أو المجلد اللي انت فيه ورجعت له فراح يحتفظ بعرض الأعمدة اللي انت اخترتها وانت ضغط على زر option يريد تقولوا لي كم معلومة جديدة استفدتوها من هذا الفيديو وهل تحسون انه هذه من الأساسيات اللي مفروضة شرحها أو انكم انتم كنتم تعرفونها من قبل وكالعادة لو كان عندكم أي سؤالة واستفسار يريد تسألوني على حسابي في السناب يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم